استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والوفد الأمنية المرافقة له خلال زيارته الرسمية لمصر وبحث الجانبان سبولا دعم علاقات التعاون المشترك في شتى المجالات خاصة مجالات العمل الأمني وتبادل الخبرات في هذا المجال استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والوفد الأمني رفيع المستوى المرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين وتدعيما لأواصر التعاون المشترك في شتى مجالات العمل الأمني وقد تم عقد جلسة مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين استعرض خلالها الجانبين أو جه تطوير علاقات التعاون الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي على أهمية مصر ودورها المحوري في محيطها الإقليمي مشهدا بالجهود التي تبدلها وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة بشتى أشكالها خاصة في مجال مكافحة المخدرات والتي كان لها بلغ الأثر في تدعيم ركائز الاستقرار كما أشهد بالخبرات التدريبية المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني معبرا عن تطلعه أن تشهد العلاقات القائمة مزيدا من الازدهار في مجالات تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين ومن جانبه أكد سيد محمود توفيق وزير الداخلية على متانة أواصر العلاقات والتشاور المستمر بين وزارتي الداخلية في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة وترحي به بمواصلة تعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السعودي تفعيل الاتفاقية التعاون الأمني الموقع بين الجانبين مشيرا إلى حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويد التحديات والتهديدات الناجمة عن التطورات المتسارعة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في ظل المتغيرات وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية